بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 Chapter 3 Failure Theory المتعلقة بالستاتيك لودينج خلاصة القطاعات اللي احنا عملناها احنا عملنا قطاع قبل كده رأسي بهذا الشكل طبعا عمودي على اتجاه القوة وعملنا قطاع ميل بزاوية ثيتا زي ما شوفنا مع بعض الخلاصة في حالة هذا القطاع اللي هو الرأسي ظهر عندي Sigma X بأقصى قيمة زي ما شوفنا في المنحنة سابقا وده بنقول عليه Principle Stress وده ايضا بنقول عليه Principle Plain في الحالة التانية لما كان عندي القطاع بتاع ميل بزاوية ثيتا بدأ يظهر عندي Tau اللي هي Sheer Stress رقم ان انا بعمل ايه Tensile Stress يعني انا بعرض العينة الى اجهات شد الا انه في المستويات الميلة بيظهر عندي Sheer Stress وبيصل الى اقصى قيمة هنلاقي ان Tau Maximum هتوصل الى اقصى قيمة اللي هي Sigma X على اتنين زي ما شوفنا في المنحنة قبل كده نرجع لها برضو نأكد عليها هنا ده Tau Maximum طبقا المنحنة ده Tau Maximum وهنا برضو Tau Maximum قيمتها بتساوي ايه؟ بتساوي Sigma X على اتنين نرجع تاني السلايد بتاعنا بالشكل ده اذا النتيجة او الاستنتاج او الـ اللي انا هاخده من الكلام ده انه في حالة Normal Plain هيكون عندي Principle Stress باقصى قيمة في حالة القطع بزاوية ثيتا هيظهر عندي Sheer Stress باقصى قيمة عند قيمته بتساوي Sigma X على اتنين طيب ده فايدته ايه؟ فايدته انه لما يكون عندي عينة بالشكل ده ده طبعا من الوود او من الخشب تتعرض الى Compressive Loads وده طبعا هيأثر عليها Compressive Stress الا انه الفيلير هنا لما حصل حصل على خط ميل بزاوية تقريبا 45 درجة وهي دي اللي بيحصل عندها Tau Maximum نفس الكلام العينة اللي هي من الستيل ده هيت حصل عندها برضو الفيلير بادئ يظهر عند 45 درجة اللي هي برضو نفس الكلام Tau Maximum ده بيحصل في Dactyl Materials ولازم اخذه في الاعتبار انه الفيلير هنا بيحصل نتيجة Sheer Stress Sheer Stress اي نعم رغم انه هنا بيتعرض الى Tensile Stress وهنا بيتعرض الى Compressive Stress يبقى لازم اخد حذري عشان لما اجي اصمم جزء اخد في الاعتبار قيمة Sheer Stress اللي بيتحمله رغم انه هو بيتعرض الى Tensile Stress نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله موسيقى